هنروح لمصطفى عسل نجمنا اللي كنت بقول يعني اسمه في مطلع الحلقة ومصطفى بيتصدر التصنيف العالمي خلص احد البطولات في امريكا وفاس بيها وراح لعب بطولة جي بي مورجان البطولة التانية في الولايات المتحدة الامريكية ولكن للأسف مصطفى في الدورة الستاشر انسحب امام الفرنسي طبعا اللي كان بلعب اصاده فيكتور كروين انسحب ليه مصطفى انسحب لانه حس بديء تنفس شديد اثناء المباراة وعملوله تست ففضل الانسحاب وكان لو كان كسب هذين المباراة كان يطلع يقابل مراوان الشرباج اللي هو كان لسه كذبه ومصطفى عسل او طبعا صورة من هو بياخد زي مثلا احنا يعني بيستنشق حاجة بتفتح الشعب عشان يقدر ناخد نفسه وزي ما انتم شايفين الدكاترة حواليه الف سلام عليك يا مصطفى نتطمن عليك وانحاول نوصل لك او نوصل لاستاذ محمود والدك عشان نتطمن عليك ولكن لو تفتكروا احنا في الحلقة اللي فاتت وانتركوا افتكروا الحلقة اللي فاتت كانت يوم 18 تقريبا افتكروا مصطفى عسل عنده مشكلة مصطفى عسل عنده ازمة واحنا كنا حسين بدا وشايفينه النهاردة مصطفى عسل بعد انسحابه نزل رسالة على صفحته قال اعتزل للجماهير المصرية وبالاخص جماهير نادي الاهل العظيمة لقد شعرت فجأة بديك في التنفس اثناء اللعب في بطولة نيويورك اللي هي جي بي مورجان اللي قلت لحضراتكم عليه اتعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة من القائمين على اللعبة في مصر هو اللي بيقول احنا ولا كنا نعرف في يوم 18 بس احنا متابعين عن قرب احنا شغلتنا نصبح ننام نشوف عن قرب ابطلنا ونجمنا في نادي الاهل ومش بك ده بس وكل المنتخبات القومية فالنهاردة شفنا مصطفى عسل مش طبيعي ولما كان معنا في الحلقة اللي فاتت برضو لما ما كانش كان فيه امور فبيكمل بقى الرسالة بيقول ايه المنظومة بالكامل تحاول دفع باي طريقة للسفر خارج البلاد وهذا لن يحدث رغم انفى الحاقدين والمتأمرين لمصالة شخصية وسوف اكون بعمل فيديو لايف توضيحي لكشف ملابسات المؤامرة التي اتعرض لها من الداخل طب يا جماعة احنا سايبين مصطفى كده ازاي يعني احنا طبعا مهم جدا اتحاد اللعبة برئاسة الكابتن عاصم خليفة لازم يقعد مع مصطفى يشوف مشاكله ايه لازم وزير الشباب والرياضة ما بيقاش كمان الموضوع لما ممكن تبقى الحاجات اكبر من الاتحاد لازم دكتور قشف صبحي يقعد يكتمع مع مصطفى اقول ما يرجع مصطفى مش هيقول الكلام ده من فراغ مش هيحس بديه التنفس ده ممكن تبقى حاجة معنوية اوام الداي يا جماعة ليه بقى عندنا اول عالم ونعمل في كده لازم اولا النادي الاهلي بيدعمه وهو شايف دعم النادي الاهلي ودائما في كل حتة واخد النادي الاهلي معاه في قلبه في وجدانه ولكن في المستوى بقى العالمي هنا دور بقى القائمين وقصة اللعبة يعني هل الحرب دي معمولة على مصطفى لشان عمره سنه 21 سنة وبتصدر تصنيم العالمي في البي اس ايه اه مش عارف طب عنده عنده مشاكل في مشاكل مناضح لها نشوف ايه المشاكل اللي عنده ايه الازمة عنده امور في الملعب نتيجة الشد منجيب الناس دي كلها ونقعد معاها ونفتح صفحة جديدة لازم حد كبير يا تدخل عشان نحافظ على مصطفى لان الحقيقة لما بيكون عندنا جوهرة لازم نحافظ عليه الف سلام عليك يا مصطفى وترجع ب الف سلامة ودايما تبقى متقلق في مبارياتك